السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله قبل حوية اولا لازم ترجع لتحريق المصادر عليكم صحاب كنت اصبحان لازم ترميه بالمين وتوجه المسلمين اللي سمعون كلامك وذيك الاراة كله ما على صح قبل ان تتوجه الى نقاش فيها ناقش مصادرك الموجودة والصحاب والمساني كنت بالمفسرين والله انت معارف انت بتقول ايه والله انت معارف اساس ان انت بتقول ايه طب واحدة 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 اسم ابو المهدي ايه ابو المهدي اسمه ايه ابو المهدي اسمه ايه ابو المهدي اسمه ايه وابو علي بن ابي طالب اسمه ايه منهم؟ ابو علي بن ابي طالب اسمه ايه اسمه امران من عرض المناب والله ده انت تلعت كويسة والحمد لله رب العالمين ممكن بها تقول لي كده الذين امنوا جاءت جمع الذين امنوا جاءت جمع لماذا جاءت جمع علي بن ابي طالب مفرد؟ بجمعнач زاءالتك وهذا التعظيم التعظيم متب 귀여س كان الله عز وجل في الاية لم يُعظم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُعظم منتس ايه يا استاذ varleyk Sicdelak الان اتقل تليل التعظيم اسمعني بس كيف الله عز وجل لم يُعظم في الاية والنبي صلى الله عليه وسلم مُعظم في الاية وهى اتن señora يتم تعظيم عليه ابن ابي طالب ايشلون؟ يا أستاذ خلينا دلوقتي من آية التبليغ دلوقتي خلينا من آية التبليغ دلوقتي خلينا من آية أنت قلت للتعظيم كيف الله عز وجل لم يعظم والنبي صلى الله عليه وسلم ويعظم عليه بن أبي طالب خليه طالع نعال وركبه أول أطر وينزل في المحطة الجاية مش لازم يقعد للآخر فضلوا سيد محمد السلام عليكم وعليك السلام الموضوع عني شفت انتكاتب بالعنوان ما اليوتيوب حياة قرآنية شلو انت حب نتناقش حضرتك نحن نتناقش في آية الولاية لماذا الله عز وجل لم يعظم في الآية والرسول لم يعظم في الآية وكلمة الذين آمنوا قلتوا ما أنه تعظيم لعلي بن أبي طالب شلون يعني كيف الله لا يعظم والنبي لا يعظم ويعظم علي من رخصتك دقيقة أولا أنا ضد شغلة أنه تأخذ كلمة وحدة على كل شيء مثلا إذا طلع مرجع واحد أو شيخ أو أي عالم قال اعتقادة إلى مو يعني أنه تجيب بنفس الشيء تمام هاي أول نقطة فهذول العلماء يدرسون ويشرحون هاي الشغلات فهذا إذا كان هذا الحكي صحيح هذا لا يعني أنه علي بنبي طالب عليه السلام أحسن من رفض أصول السلام الله وصلواته عليه وعلى أهله التقدرين العموم شكرا لك العموم شكرا لك لأنه وقت البرنامج أساسا انتهى طيب يلا طيب قال معنا دائمين مشي خليه كمل طيب إيه جاعد أحكي طيب تفضل تمام فهذا النقاش مثلا احنا عندنا احنا عند الشيعة لأنه احنا ما نعبد علي أو نقول إنه هو إله أستغفر الله لا احنا عندنا الله أكبر شيء بعدين الرسول وبعدين أهل بيته اللي هم المعصومين اللي 14 فإحنا نقدرهم ونحترمهم نسئلهم مراكز خاصة هاي الشغلات إلهية ومع أي واحد يقدر يعرفها اللي علي علي بن نبي طالب السلام الله عليه هو عالم وبالنسبة للشيعة أكبر بكثير وبالنسبة للسنة لكن هذا لا يعني أنه أفضل من الرسول طيب أنا بس أسألك سؤال يعني إزاي آية يكون سياقها واحد ولا يعظم الله عز وجل ولا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أن علي بن أبي طالب معظم فيها ألا وهي إنما وليكم الله ورسول والذين آمنوا فقالوا الذين آمنوا هي في علي قلنا لهم الذين آمنوا جمع وعلي مفرد فلما جمع علي بن أبي طالب قالوا للتعظيم هنا وقعوا في إشكالية كيف الله عز وجل في الآية لا يعظم والنبي لا يعظم ويعظم علي بن أبي طالب تمام السؤال ممكن أعرف منه اللي قال إنه هاي الآية على علي بن أبي طالب والسلام الله عليه الشيعة يقولون ذلك أولا قال الشيعة وباليوم أتابع ساعة المحافرات أغلب العلماء تمام طب أسأل علماء أسأل علماء الأول هذه الآية نازلة في من أسأل علماء الآية نازلة في من بس تمام إن شاء الله بس أحب أشرح شيء 75% من العلماء يقولون أن تفسير القرآن لا يستطيع أحد أن يفسر إلا الإمام المعصوم لماذا؟ لأن اللغة العربية الفصحى لها قواعد وقوانين وكلمة واحدة حتى لو أنت فهمت المعنى مالتها ممكن ممكن تجيب إن واحد يفهمها بأكثر من طريقة فالطريقة الصحيحة لفهم بها بس الإمام المعصوم اللي يقدر يفهمها هذا عد أغلب علماء الشيعة والمنطق يعني طب سؤال بس يعني ونجيب طيب تفسير القرآن منين يعني الآن إحنا عايزين طيب نفسر القرآن نجيبه منين سؤالك يعني إذا بس الإمام المعصوم اللي يفسره ليش ماكو إمام معصوم اللي يقول إمام المهدي سلام الله عليه لا لا أسيبك من المعصوم دلوقتي سيبك من المهدي دلوقتي الآن أنا لو أردت دلوقتي أقرأ تفسير القرآن وأعتقد بصحة هذا التفسير ولا أشكي في هذا التفسير ويكون مرجع لي حتى أفهم القرآن أقرأ تفسير أقرأ تفسير إيه عندكم تماما بهذا عندنا مراجع في القرآن شبه المستحيل أنه واحد يأخذ مثلا أكيد طيب لما دلوقتي لما هو في نهاية المطاف نأخذ من واحد زي زيك ممكن من المخطئ من الممكن أن يخطئ من الممكن أن يقع في معصية من الممكن أيضا كمان أن يزني والعزو بالله يعني من الممكن أن يفعل أشياء كثيرة هو مثلي مثلك بشر زينا زيك لا معصوم ولا أي شيء طيب إذا كان نهاية المقال أننا نأخذ ديننا من غير المعصوم ونأخذ القرآننا من غير المعصوم ونأخذ التفاسير من غير المعصوم إذا ما الفائدة من العصمة اللي هم لأئمة المعصومين أربعة عشر ما هم معصومين يعني ما هم معصومين لذاتهم يعني هم معصومين لنفسهم ولا ما أخدوا العصمة من الله عشان إحنا نستفاد بها وهو هكذا طيب إحنا استفادنا إيه بقى من العصمة الديني حاجة واحدة استفدنا من موضوع العصمة حاجة واحدة اللي انت ذكرته قبل شوية اللي هو ايه هو فين تفسير القرآن هو فين دوروا معنا يا اخوانا هو فين العمو شكرا لك يا سيد شكرا لك قالوا تفضلي السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله شكرا لكم